وتربية الأولاد خاصة ومعاملة الأولاد كان قبل الفاصل السؤال يتكلم حول زوجة الأب شو نتعامل الأولاد بالقسوة أولاد الأب يعني أولاد زوجها هنا دائما أسمعني دائما توصل رسائد للبرنامج على أن الأولاد ذولة إذا راحت أمهم والأب تزوج راح يتعرضون إلى مظلومية وهذه المظلومية ربما تؤدي إلى فساد هؤلاء الأطفال فساد مستقبلهم إلى آخر يعني نطلب من جنابكم كلمة بسيطة يتوجهوها للأمهات وباقي النساء بسم الله الرحمن الرحيم زوجة الأب عليها أن تتمثل بزوجة أمير المؤمنين عليه السلام هي أم البنين فاطمة الكلابية هذه المرأة المفروض على الباحثين والكتاب أن يدرسوا سيرة أم البنين نعم دراسة مستفيضة هذه المرأة أيضا زوجة أب أيضا دخلت بيت أمير المؤمنين عليه السلام وصارت فيها صاحبة البيت نعم لكن هذه المرأة تصرفت تصرفا يعتبر في منظورنا الآن هذا اللي نعيش به الآن في هذا العصر من منظورنا هذا الاجتماعي في عصرنا هذا أمرا خارقا للعادة المرأة هي تحب أن تكون مستقلة في بيتها وتحب أن تكون زوجها لها وتحب أن لا يكون هناك شريك أو ناس متواجدين وياها يشاركوها في زوجها هذا هو المعتاد عند النساء لكن هذه المرأة الجليلة دخلت بيت أمير المؤمنين عليه السلام وتصرفا خارق عن عادة النساء المتعارف بل المتعارف في كل الأزمنة شون اللي سويته احتضنت أولاد أمير المؤمنين عليه السلام و ما نقول احنا مثلا ربتهم تربية مثلا راقية وغيرها كذا لا و إنما كان تصرفها تصرف إنساني أخلاقي راقي طلبت من أمير المؤمنين ألا يناديها باسمها ليش شنو السبب لأن اسمها يشبه اسم فاطمة الزهراء عليه السلام فلما طلب من عدها أمير المؤمنين أن يعرض لها السبب شنو السبب أن ما تريديني أناديش باسم فاطمة قالت إني أرى التأثر على الحسن والحسين وزينب حينما تناديني بفاطمة باسمي ما أريد أنا يحصل هذا التأثير أو هذا الأثر في أولاد فاطمة الزهراء عليه السلام في الحقيقة هذا التصرف الإنساني الرائع و الراقي من زوجة أب و من إنسانة هي مو معصومة مو مثل فاطمة الزهراء عليه السلام المعصومة بل فاطمة الكلابية زوجة أمير المؤمنين أم البنين لم تكن إنسانة معصومة لكن كان تصرفها تصرفا راقيا جدا على النساء الآن في مجتمعنا في عصرنا هذا الحال أن تتمثل بأم البنين عليها السلام بأم البنين تتمثل بأخلاقها و بسيرتها الحسنة فإذا صارت هي أيضا زوجة أب وتحت يديها أولاد الزوج أن تربيهم وتعاملهم معاملة حسنة على الأقل تأسيا بأم البنين أصولن ترجمة نانسي قنقل